السلام عليكم والله مسيكم بالخير جميعا تكلمنا كثير حول موضوع الذكاء والدهاء والفطنة تكلمنا عن أشخاص كثر تميزوا بالصفات هذه جبنا قصص كثيرة حول هذا الموضوع لكن لما يتوقف الأمر عند اسم معين فإننا لابد أن نذكر رأس الهرم وأمير الدهات ورأس الحزم الإمام أبو عبد الله عمر بن العاص بن وائل السهمي هذا الرجل اللي قال عنه الإمام الذهبي رجل العالم وداهية قريش وقال عنه هو مضرب المثل في الفطنة والدهاء والحزم هذا الرجل عجيب جدا حتى عند وفاته وصف الموت رح نتكلم عنه ماذا قالوا عنه وعن دهائه وعن حروبه وقيادته فاسم معين نتوقف شوي عند كلام الذهبي قوله داهية قريش ورجل العالم نتركها شوي لكن قوله مضرب المثل في الفطنة والدهاء والحزم لما نتكلم عن شخص أنه داهية نتكلم عن شخص أنه فطين أنه حازم هو ذاك لكن أن نقول عنه ومضرب المثل معناه أن بلغ الغاية قال عنه الإمام الذهبي أيضا وكان من رجال قريش رأيا ودهاء وحزما وكفاءة وبصرا بالحروب ومن أشراف ملوك العرب ومن أعيان المهاجرين من هذا الرجل اللي يجمع هذه الصفات ما هو إلا أبو عبد الله عمر بن العاص قيل أنه أبو محمد أي يكون هذا الرجل اجسمعت فيه صفات عظيمة استحق لقب داهية العرب قال الإمام الشعبي دهات العرب أربعة عمر ومعاوية والمغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه أما عمر فللمعضلات وأما معاوية فللحلم والآنات والمغيرة للمبادها وزياد للصغير والكبير اليوم رح نتكلم عن عمر بن العاص هذا الرجل ليكفي فخرا وشرفا وعظمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه أسلم الناس وآمن عمر هذا فخر كبير لعمر بن العاص رضي الله عنه يقول الإمام الذهبي ولولا حبه للدنيا ودخوله في أمور يعني خوضه بالفتنة اللي صارت بين علي ومعاوية لصلوحة للخلافة فإن له سابقة ليست لمعاوية حيث أنه أسلم قبله وتأمر على جيش فيه أبو بكر وعمر الجيش هذا وقصة الجيش هذا بنتكلم عنه في حروبه لما نصل إلى حروبه رضي الله عنه قال عن عمر بن الخطاب ومن هو عمر بن الخطاب الرجل الملهم قال ما كان لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميرة وقال عنه قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب فانظروا عما تنفرج نتكلم عن القصة هذه لما نجي إلى دهائه ونحن لازلنا نذكر ماذا قالوا عنه وقيل عنه أن عمر الفاروق إذا رأى رجل يتلجلج في الكلام ولا يبين قال الذي خلق هذا وخلق عمر واحد أي أن مضرب مثل في البلاغة والفصاحة عند الفاروق عمر وقال عن قبيصة بن جابر ولقد صاحبت عمر فما رأيت أبين ولا أنصع رأيا منه ولا أكرم جليسا منه ولا أشبه سريرة بعلانية منه كان صاحب الرأي فعلا ويكفي رأيه بطاعون عمواس اللي اجتاح أرض الشام وفتك بالكثير من المسلمين ومن أعيان الصحابة وش كان رأي عمر بن عاص فيه طبعا لو نتوقف شوي نحط قوسين ونتذكر وش اللي صار معنا ومع العالم في هذا الوقت في جائحة كورونا اللي صار إن جميع الدول فرضت الحجر والتباعد بين الناس لكن وش اللي سواه عمر مع طاعون عمواس في ذاك الزمن أشار بالرأي الرأي الناصع قال أما إني أرى أنه يفتك مجتمع الناس فأرى أن يتفرقوا في الجبال وبطون الأودية وفي الصحاري اللي صار فعلا سمع كلامه وتفرق الناس فكشف الله عن المسلمين تلك الغمة في هذا الرأي قبل ألف وأربعمائة سنة هذا رأي عمر بن عاص وإذا نظرنا للمغيرة بن شعبة هذا الرجل الداهية المعدود من دهات العرب الأربعة قال عن عمر بن العاص لما دخل ذات مرة على معاوية وتذاكروا عمر بن العاص قال ذاك داهية العرب تخيّذ رجل مثل المغيرة بن شعبة يصف عمر بداهية العرب هذا فعلا هو المستحق لهذا اللقب وقال عن طبعا أبو بكر بن البرقي كان عمر قصيرا وهذه من صفاته للا بدنا نذكرها كان عمر قصيرا يخضب بالسوات وأما عمر بن العاص في جانب المعارك والحروب قبرا أن نتكلم عن حروبه وبصره فيها نتكلم عن قصة إسلامه كيف أنه أسلم ثم نتطرق إلى حروبه ودهائه فيها عمر بن العاص بعد غزوة الأحزاب قال لبعض خاصته إني أرى أمر محمد يظهر ويعلو علو منكرا فقالوا وماذا تشير يا أبو عبد الله قال أشير على أن نلحق بالنجاشي فنمكث عنده فإن ظهر أصحابنا فهم يعرفون من نحن نرجع إليهم وإن ظهر محمد فإن نبقى تحت يد النجاشي خير لنا من أن نبقى تحت يد محمد فقالوا ذاك الرأي فقال إذن اجمعوا هداياكم للنجاشي طبعا وكان عمر بن العاص صديق للنجاشي في جاهليته وقريش أصلا قد أرسلت عمر إلى النجاشي في أمر المسلمين اللي هاجروا للحبشة من أجل أن يردهم إليهم اللي صار هنا أن عمر بن العاص أوصى أصحابه أنهم يجمعون الهدايا للنجاشي يقول عمر فلما دخلت أو أردت الدخول على النجاشي رأيت عمر بن أمية الضمري خارجا من عنده فلما رأيته قلت هذا صاحب محمد لعلي أظفر به فأقتله فتسر بذلك قريش يقول فدخلت على النجاشي فهلا بي ورحب كصديق طبعا فأعطيتها الهدايا فأعجب فيها فقلت له أيها الملك هذا رسول محمد الذي قد قتل أشرافنا فأعطني إياه أقتله فغضب النجاشي ولطمأنفه حتى إني أردت أن تبلعني الأرض فقلت أيها الملك لو عرفت أنك تكره هذا ما سألتك فقال النجاشي يا عمر أتريد أن أعطيك رسول الرجل الذي يأتيه الناموس الأكبر اللي هو جبريل عليه السلام الذي كان ينزل أو يأتي موسى الأكبر لتقتله فقلت يقول عمر فقلت وإن ذاك لك ذلك قال نعم والله إني لك لناصح فاتبعه وليظهرن كما ظهر موسى وجنوده فقلت أيها الملك بايعني له على الإسلام فقال نعم فبسط يده فباعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فخرجت من عنده فسألني أصحابي فقلت خير فلما جاء المساء ركبت راحلتي فتركته توجهت إلى المدينة حتى إذا نزلت في مكان رأيت خالد بن وليد فقلت إلى أين يا أبا سليمان فقال إلى محمد أما والله لقد استقام الميسم وإنه لنبي ما أشك في ذلك فقلت وإني والله لا أشك في ذلك فانطلقنا وكان معهم طبعا عثمان بن طلع سادن الكعبة فتوجهوا إلى المدينة فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الثلاثي قادم فقال لقد رمتكم مكة بفلذات كبدها فجاء خالد فسلم وبايع على الإسلام ثم يقول عمر فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام وقلت يا رسول الله أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولم أذكر ما تأخر فقال يا عمر بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله يقول عمر فوالله لأنا أشد حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ملأت عيني منه وما راجعته رضي الله عنه اللي صار أن بعد إسلامه يقول عمر فما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بخالد أحدا في حروبه من أسلم خالد وعمر كانت الحروب والسرايا لخالد وعمر والآن نتكلم عن عمر في الحروب والله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية أو غزوة ذات السلاسل ذات السلاسل فيها كبار الصحابة اللي هم أفضل من عمر مثل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم لكن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ليش؟ رح نتكلم عن أحداث ذات السلاسل وبنعرف ليش أمرها النبي صلى الله عليه وسلم من كلام أبو بكر رضي الله عنه عن عمر بن عاص اللي صار هنا أن في غزوة ذات السلاسل وفي الليل في البرد الشديد نهى عمر أصحابه أنهم يوقدون النار البرد شديد يريدون النار حتى يتدفوا فيها لكن عمر نهاهم أنهم يوقدون النار فقال عمر رضي الله عنه لأبي بكر يا أبو بكر أما تنظر لعمر ينهى الناس عن منافعهم فقال أبو بكر دعه يا عمر فقد ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه في الحرب فلما رجعوا شكوا على النبي صلى الله عليه وسلم فدعه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال عمر رأيت في أصحابي قلة فخشيت أن يعرف العدو قلتهم فتزيد رغبتهم في حربنا ونهيتهم عن اتباع العدو حتى لا يكون عليهم كمين علينا فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه ومما قيل عنه أن في أحد السرايا وكان في وقت برد خرج على أصحابه في صلاة الفجر فقال إني احتلمت وما رأيت بردا أشد من هذا فغسل عورته وتوضأ وصلى بالناس فلما رجعوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال كيف رأيتم أميركم فأثنوا عليه خير فقالوا ولقد صلى بنا وهو جنب فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال عمر يا رسول الله إني رأيت من البرد الشديد وتذكرت قول الله سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيم وإني لو اغتسلت لمت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وترك يقول علقمه بن رمثة بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن عاص إلى البحرين فخرج رسول الله إلى سرية ونحن معه فنعس فقال يرحم الله عمرا فتذاكرنا فتذاكرنا كل من اسمه عمر فنعس فقال رحم الله عمرا فنعس الثالثة فقال رحم الله عمرا فقلنا يا رسول الله من عمر هذا قال عمر بن عاص فقلنا وما شأنه يا رسول الله قال إني إذا ندبت الناس للصدقة جاء فأجزل منها فأقول أن لك هذا يا عمر فيقول هو من عند الله وقال وصدق عمر فإن له عند الله خيرا كثيرا رضي الله عن أمر ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استعمل عمر بن عاص على عمان فلما توفي جاءه كتاب أبو بكر الصديق يقول عمر فأتيت حتى مررت اليمامة فأتيت مسيلمه الكذاب فأعطاني الأمان فبينما أنا جالس عنده قال يا عمر قد أرسل محمد في جسيم الأمور وأرسلت في المحقرات فقلت له أعطني مما عندك فقال يا وبر يا وبر يداني والصدر وقام يعني يهدي بالكلام هذا فدخل رجلين يختصمون فتسجى تغطى بغطاء ثم كشفه ثم بدأ يهدي بكلام فلما انتهى قلت له والله إنك لكاذب وأنك لتعلم أنك من الكاذبين وإنك لتعلم أننا نعلم أنك كاذب فتوعدني فخرجت من عنده وكان عمر بن العاص رضي الله عنه من أمراء الجيوش اللي فتحوا الشام فكان مما شهد اليرموك وأبلى فيها بلاء حسن وأرسله أبو عويدة رضي الله عنه فصالح أهل حلب وأهل أنطاكية وفتح قنسرين وفتح مصر بعد ما انتهى من الشام فكر قال ما بقي إلا مصر فأرسل إلى عمر مصر يا أمير المؤمنين ولني عليها وكان معها أربعة لف فقط فأرسل له عمر وكان عمر متخوف على جيش المسلمين إنه يقطع تلك القفار والصحاري إلى مصر لكن عمر مصر فجاء كتاب عمر أنسر على بركة الله حتى يأتيك رأيي يعني أنسر ويأتيك رأيي إما أنك تخمل وإما أنك تبقى فإن دخلت مصر فانضي على بركة الله وإلا فارجع إذا جاء كتابي بالرجوع فسار عمر بالأربعة آلاف فقط ولكنك تتصور بيفتح مصر بأربعة آلاف المهم إنه سار بهذا الجيش وهم بطريق رأى جيش رجل يلحق بهم من بعيد فقالوا لعمر هذا رجل فقال عمر للجيش جدوا بالسير وفعلا أسرعوا وهذا يلحق بهم وهم يسرعون اللي مع عمر يقولون يا عمر قد يكون رسول عمر لكن عمر يقول أسرعوا فأنا أمير الجيش فعلا أسرعوا حتى بلغوا أطراف مصر فجاء هذا الرجل فتجاهل عمر حتى أذله فأعطاه رسالة عمر فلما قرأها عمر رسالة عمر الفاروق على الجيش فإذا فيها أمر بالرجوع وترك مصر فقال عمر للأدلاء اللي كانوا يدلونه الطريق أين نحن؟ أو دخلنا مصر؟ قالوا نعم قد دخلت مصر قال إذن نمضي على بركة الله مصر على فتح مصر وقال للرسول كل أمير المؤمنين أنه قد بلغ مصر فأمده بالجيش لا بمدد فأمده بجيش على رأسهم الزبير بن العوام طبعا الأمر اللي صار هنا ما هو أمر بسيط يعني كيف عمر بن العاص قرأ فكرة الفاروق عمر أنه يبينهاهم كان عنده حدث عنده ثراسة أن عمر رضي الله عنه يبينهاهم عن المسير إلى مصر أو عن الدخول إلى مصر لكنه جد بالسير وأبعد عن رسول عمر حتى دخل مصر ثم طلب بعد ذلك المدد ففتح الله على يديه مصر مثل ما فتح قنسريين وغيرها ومن دهاء عمر رضي الله عنه قصته الشهيرة مع أرطبون الروم اللي قلنا أن عمر رضي الله عنه قال قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب فانظروا عما تنفرج اللي صار أن عمر رضي الله عنه لما وقف على حصن أجنادين كان الأرطبون أرطبون الروم قد وضع حاميات من جيشه في إلياء وحاميات في الرملة اللي صار هنا عمر بن عاص لما وقف عند حصن أجنادين خشي من الحاميات هذه اللي بالرملة واللي بإلياء فبعث قطعتين من جيشه إلى الرملة وإلى إلياء حتى يشغلونهم عن عمر وأجنادين الأرطبون هذا طبعا هو من أمكر الروم وأبعدهم غورا وأحيل الروم رجل داهية فعلا داهية الروم اللي صار هنا أن لما وصلت عمر الأخبار بأن عمر قد وصل أجنادين وعليها الأرطبون قال قولته الشهيرة قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب فانظروا عما تنفرج نشوف وش راح تكون النتيجة اللي صار هنا أن رسل عمر بن عاص ما أعطوه ما يشفي غليله فقرر أنه يتنكر في زي جندي عادي ويدخل على الأرطبون الناس اللي مع عمر المقربين قالوا يا أبا عبد الله أيها الأمير ما يصير الأرطبون هذا داهية ماذا إن عرفك ماذا إن اكتشف أنك ذكي وقتلك ليتخلص من أحد أعوان عمر فأصر عمر إلا الدخول وفعلا تنكر عمر ودخل على الأرطبون فأخذ معه وأعطى الأرطبون هنا لما سمع من عمر قال إن هذا ليس كباقي الرسل اللي كانوا يأتون هذا رجل مختلف فشك إنه هو عمر أو أحد الرجال اللي كان يأخذ عمر منهم الرأي فأرسل إلى حارس الباب أن إذا مر بك هذا الرجل فاقتله فأعطاه الهدايا الأرطبون أعطى عمر الهدايا فانصرف عمر يقال أن عمر شك بالأمر وأنه سيقتل وقيل أنه لقياه رجل فعرف عمر فقال يا عمر كما أحسنت الدخول فأحسن الخروج ففطن عمر أن هناك حيلة أيا يكون عمر اكتشف إن فيه حيلة ميش يسوى ميش ممكن يسوى يختبئ حتى يفرج الله عنه ميش يسوى رجع إلى الأرطبون تخيّ رجع إلى الداهية اللي مخطط أنه يقتله ليش رجع ليش يا عمر دخل عليه وقال أيها الأمير إنني واحد من عشرة من عشرة قادة أرسلهم أمير المؤمنين وإنك قد أعطيتني وإن أعطيتي لا أستأثر بها لوحدي فرأيك أن آتيك بهم فتسمع منهم ويسمع منك لعلنا أن نصطلح على أمر فهنا الأرطبون قال بدلا من أقتل واحد أقتل عشرة وأتخلص منهم فأرسل إلى الحارس أن دعي الرجل فعلا خرج من عنده عمر وخرج من عند الأرطبون وخرج من الحصن وقال لا عدت لمثلها أبدا لكن طالت الأخبار على الأرطبون ما جوه العشرة فقال والله إنه لعمر فقاتلهم عمر حتى فتح أجنادين رضي الله عنه وصدق ابن عبد البر عندما قال في عمر وكان عمر من فرسان قريش وأبطالهم المعدودين مذكورا بذلك فيهم وكان شاعرا حسن الشعر ما كان دهاء وذكاء فقط بل كانت ممزوجة بفروسية وبطولية رضي الله عنه يقول عمر بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال اجمع عليك شأنك وسلاحك ثم اتني يقول فأتيت وهو يتوضأ فصعد في بصره وصوبه فقال يا عمر إني بعثك في جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك رغبة صالحة من المال فقال يا رسول الله ما أسلمت رغبة في المال وإنما رغبة في الإسلام ولأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام نعما بالمال الصالح للرجل الصالح فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل ما قلنا أن عقد له ذات السلاسل وفيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وهم خير منه فضلا ومنزلا وولاه عمر رضي الله عنه على فلسطين وعلى الأردن ثم وله بعد ذلك مصر بعد ما افتتحها رضي الله عنه ولما وقعت فتنة عثمان أو الفتنة التي سشهد فيها عثمان رضي الله عنه كان وقتها معتصم في مكة لأن عثمان عزله عن مصر فبقي في مكة فلما سشهد عثمان ووقعت معركة الجمل الشهيرة فصارت الأحداث جمع ابنيه عبد الله ومحمد فقال إني قد رأيت رأيا وما أنتما باللذان تردان عنه ولكن أشير علي إني رأيت العرب صاروا غارين يعني جيشين يطربان وأنا طارح نفسي بين جزار مكة فلا أرضى بهذه المنزلة فأشير علي فقال ولده عبد الله إن كنت لابد فاعلا فإلى علي فقال ثكلتك أمك إني إن أتيت علي قال إنما أنت رجل من المسلمين وإن أتيت معاوية ألحقني فيه وأشركني في أمره فأتى معاوية وقيل أنه قال ولده عبد الله إنك أشرت إلي في أمر آخرتي وأنت يا محمد أشرت إلي بما هو أنبه لذكري فارتحي له فأتى معاوية وأبلى ما أبلى مع معاوية رضي الله تعالى عنهم وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضى فأقطع طبعا معاوية رضي الله عنه مصر سبع سنين والي عليها جزاء ما أبلىه معه فبقي ثلاث سنوات في مصر فمات رضي الله تعالى عنه لكن قبل وفاته ولما احتضر كان عنده ولده عبد الله وكان عمر سابقا قد قال عجبته لمن نزل عليه الموت كيف له ألا يصفه فلما نزل عليه الموت واحتضر قال له ولده عبد الله بعد ما ذكره بالموقف اللي كان يقوله قال يا أبتي صفي الموت فقال عمر يا بني الموت أجل من أن يصف ولكني سأصف لك إني لأشعر أن جبال رضوى على عنقه وأن في جوفي الشوك وإن نفسي لا يخرج من إبرة فيقول عنه ولده عبد الله أن لما احتضر قال اللهم إنك قد أمرت بأمور ونهيت عن أمور فتركنا كثيرا مما أمرت ورتعنا في كثير مما نهيت فاللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت فما زال يرددها ويتهلل حتى فاض رضي الله تعالى عنه ومما يقال عنه أن لما حضرته الوفاة أمر رئيس شرطته قال اجمع لي الأعيان أعيان الناس فدخلوا عليه فقال لهم أما ترون ما نزل بي ردوها عني فقالوا أيها الأمير ما نعتقد أن مثلك يقول هذا وأن هذا أمر الله لا مرد له قال أما أني قد علمت ولكن أردت أن تتعظوا فتعظوا فما زال يردد الشهادة حتى مات توفي داهية العرب عمر بن عاص رضي الله تعالى عنه سنة 43 في ليلة عيد الفطر وصلى عليه ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهم لكن كم كان عمره هذا اللي اختلف عليه المؤرخين كم كان عمر داهية العرب لما مات بعضهم قال مئاه وبعضهم قال في التسعين ولكن قيل أنه أكبر من عمر بن الخطاب بخمس سنوات وأنه كان يقول إني لأذكر الليلة التي ولد فيها عمر وتوفي بعد عمر بعشرين سنة فيكون عمره بضع وثمانين سنة ما وصل إلى التسعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وختاما كان هذا الشيء يسير من سيرة رجل عظيم داهية العرب الأول عمر بن عاص رضي الله تعالى عنه وإلى هنا وأشكركم على استماعكم وأستودعكم الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر